برحب بحضراتكم مرة تانية وبمناسبة الكلام على الصفقات النادي الأهلي وكنا بنقول قد ايه طهر لعب كبير طبعا وبنتمنى له كل التوفيق وبنتمنى نشوف منه ويكون عند حسن ظن الجماهير طبعا نشوف منه أفضل أداء زي ما دايما الجماهير مستنية منه 100% ويدي أفضل مجهود عنده طبعا في بدر بنون طبعا لعب كبير صفقة كبيرة هنا بنتكلم على مدافع قوي انتقل من نادي كبير جدا بطل الدوري المغربي طبعا الرجاء لنادي كبير جدا هو بطل الدوري المصري والأفضل في أفريقيا طبعا النادي الأهلي صفقة كبيرة والناس كلها تفاؤل ببدر بنون ولو بنتكلم على شخصيا فاحنا بنتكلم على لاعب ليدر قائد احنا بنتكلم على لاعب عنده شخصية قوية وده مهم جدا يعني مهمة قوي لما يبقى حد في الخط اللي واره في الدفاع أو حراسة المرمى اللاعب يبقى عنده شخصية دي حاجة بتضيف جدا لللاعب على أرض الملعب وكمان لو بنتكلم على فنيا بدر بنون طبعا لاعب مدافع كرته حلوة جدا بيعرف يبني هجمة كويس جدا وبإذن الله بنتمنى أنه يكون إضافة طبعا كبيرة للنادي الأهلي وده التوقع إن شاء الله الجماهير النادي الأهلي مبسوطة بدا وهو الحقيقة اللاعب في كل تصريحاته مقدر جدا النادي الأهلي ويعرف إمته كويس أو يعرف إيمة التيشرت ده الحقيقة أنه هو رفض فعلا عروض تانية وعرض خليجي من أجل النادي الأهلي طبعا وهو حاسس بفخر كبير أنه هو هيلبس تيشرت النادي الأهلي طبعا بإذن الله بصفقات الجديدة